أم محمد تقول بأن زوجها يقرأ كل خميس سورة الكهف بعد العشاء تقول ما يعني صحة ذلك أخت أم محمد بارك الله فيك وردت أحاديث بمجموعها يعني ترتقي إلى الاحتجاج إلى سنية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة وليلة الجمعة ولا شك بأن ليلة الجمعة تبدأ من غياب شمسي يوم الخميس نحن اليوم في يوم الخميس اليوم الخميس إذا غربت الشمس الليلة بدأ يوم الجمعة لأن الليل يسبق النهار ولذلك دائما إذا قلنا يوم فالمقصود فيه الليلة يعني الليلة التي قبلها يبدأ الآن يبدأ اليوم إذا غربت الشمس صلينا المغرب قلنا هذا يوم الجمعة الليلة اسمها يوم الجمعة هذه أول ليلة من ليال الجمعة كل أيام العام الليلة تسبق النهار إلا ليلة واحدة ليلة مزدلفة قال العلماء بأن ليلة مزدلفة هي ليوم عرفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن مضرس بن لامن رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله ما تركت حبلا من الحبال ولا أكللت دابتي وكذا يقول فأدرك عرفة قال النبي عليه الصلاة والسلام طب هذا في الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقف في عرفة ليلا أو نهارا وصلى معنا صلاتنا هذه فقد تم حجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكل ليلة تسبق النهار نهار اليوم إلا ليلة مزدلفة بارك الله فيك فلذلك أختي الفاضلة قولي لزوجك فعله صحيح فأي إنسان يقرأ سورة الكهف بعد المغرب أو بعد العشاء فقد قرأها في يوم الجمعة ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر